موسيقى مساء الخير تقدمت فلندا صباح اليوم 15 مايو 2022 بطلب رسمي للانضمام لحلف شمال الأطلسي هذا تطور درامي وخطير في الصراع الدائر بين روسيا من ناحية بين الغرب من ناحية أخرى كيف ولماذا أذكر حضراتكم أن أوروبا كان فيها خمس دول تلتزم سياسة الحياة منذ سنوات طويلة هذه الدول الخمسة هي سويسرا والنمسا وإيرلندا وفلندا والسويد لماذا ألزمت فلندا والسويد نفسيهما بسياسة الحياة أي عدم الانضمام لأي أحلاف عسكرية قصة طويلة لكن روسيا في القلب منها أذكركم أن فلندا كانت جزءا من السويد من القرن الـ 12 حتى القرن الـ 19 وأن فلندا والسويد خاض حروبا طويلة مع الروس حوالي 11 حربا كبيرة كان السبب الرئيسي لهذه الحروب الكثيرة هو الصراع على منطقة النفوذ في بحر البلطيق وبحر البلطيق نفسه وكانت آخر الحروب بين السويد وفلندا التي جانت جزءا من السويد وروسيا هي حرب فلندا عام 1809 وانتهت هذه الحرب بتنازل السويد لروسيا عن منطقة فلندا وانتقدت فلندا منذ هذه الحرب إلى الإمبراطورية الروسية التي تصبح دوقية فلندا الكبرى حتى عام 1917 بعد هذه الحرب 1809 تغير مصير البلدين بشكل كبير زي ما قلت لحضراتكم فلندا أصبحت جزءا من روسيا وبالنسبة للسويد بدأت تشعر بالإعياء والإجهاد من الحروب المستمرة في أوروبا سواء مع الروس أو مع غيرهم وبالفعل قررت أن تلتزم سياسة الحياد والنقي بنفسها عن الصراعات الملتهبة في القرى العجوز وكانت آخر حرب خاضتها السويد في أغسطس 1814 كانت حربا مع النرويج ومنذ أغسطس 1814 لم تاخد السويد حربا واحدة أي أن السويد لم تحارب منذ أكثر من 200 عام وتبلورت سياسة الحياد بداية من 1834 والتزمت بها حتى أثناء الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية أعود إلى فنلندا فنلندا أصبحت جزء من روسيا حتى عام 1917 وفي عام 1917 اندلعت الثورة الروسية والثورة الشيوعية وفي ظروف يطول شرحها طلبت فنلندا الاستقلال وحصلت عليه وأصبحت دولة مستقلة وظلت كذلك حتى عام 1939 عندما اندلعت الحرب العالمية الثانية في أجواء الحرب العالمية الثانية كان الكل خائف من الكل كل الدول خائفة من الدول الأخرى وفي إطار هذا الخوف العام قررت ألمانيا تحييد السوفيت في صراع ألمانيا مع الدول الغربية الأخرى ووقعت معه اتفاقية عدم اعتداء في أغسطس 1939 لكن ظل الاتحاد السوفيت خائفا يتحسب لغزو محتمل من جانب ألمانيا وبدأ في اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتأمين نفسه وكان أحد هذه الإجراءات طلبه تغيير الحدود مع فنلندا وقال لفنلندا تعالوا ندخل مفاوضات أنا عاوز منكم برزخ كاريليان ومنطقة كاريليان منطقة نزاع تاريخية بين السويد والروس وعاوز منكم مجموعة جزر في خليق فنلندا وخليق فنلندا جزء من بحر البلطيق وعاوز منكم تأجروا لي ميناء هانكو عشان أجعله ميناء عسكريا أو قاعدة عسكرية بحرية في مقابل إعطائكم أراضي بديلة رفضت فنلندا فقرر الاتحاد السوفيتي فرد تصوراته ومطالبه والحدود الجديدة مع فنلندا بالقوة في حرب الشتاء التي حدثتكم عنها الحلقة الماضية والتي بدأت في نوفمبر 1939 وانتهت في مارس 1940 وكما قلت لكم حرب الشتاء أو حرب فنلندا السوفيتي الأولى اشتهرت لأنها فنلندا على العكس المتوقع كبرت الاتحاد السوفيتي خسائر فادحة لكن الاتحاد السوفيتي تمكن في نهاية المطاف رغم الخسائر الضخمة من إلحاق الهزيمة بفنلندا وإجبارها على الاستسلام لمطالبه لكن كان من نتائج حرب الشتاء أن هتلر وجنرالاته راقبوا ما جرى وأدركوا أن الاتحاد السوفيتي ليس إلا نمرا من ورق وأن جيشه الكبير عددا لا يمثل خطرا على ألمانيا وأنه لم يكن على ألمانيا أن تخشى من احتمال مواجهته وبالتالي قرر الألمان غزو الاتحاد السوفيتي متأثرين بالأداء المتواضع جدا للسوفيتي في فنلندا كانت كل هذه الخسائر حدثت في صفوف السوفيتي في مواجهة فنلندا الصغيرة كيف يمكن أن يؤدي السوفيتي في مواجهة ألمانيا العظيمة؟ غدا الألمان السوفيتي في يونيو 1941 وبمجرد أن قام الألمان بغزو الاتحاد السوفيتي قررت فنلندا الانضمام إلى ألمانيا ليس حبا في ألمانيا ولكن رغبة منها في الثائر لنفسها واستعادة الأراضي التي استحود عليها السوفيتي بالقوة في حرب الشتاء انتهت الحرب العالمية الثانية كما نعلم بهزيمة ألمانيا ووجدت فنلندا الصغيرة نفسها مرة أخرى في مواجهة السوفيتي الكيش العملاق المنتصر وأجبرت فنلندا على الاستسلام لكل مطالب السوفيتي في معاهدة وقعتها عام 1948 بموجب هذه الاتفاقية سمح السوفيتي لفنلندا بأن تكون دولة مستقلة لكنها ملتزمة بسياسة الحياد أي أن لا تكون جزءا من أي كتلة عسكرية يمكن أن تمثل خطرا على الاتحاد السوفيتي وهكذا خرجت فنلندا بدرس قاسي جدا من الحرب العالمية الثانية أول درس أن الحياد هو أفضل سياسة ممكنة لضمان سلامتها وأمنها واستقلالها وعليها أن تراعي طوال الوقت المشاغل الأمنية للاتحاد السوفيتي ثم لرسل اتحادية بعد ذلك الدرس الثاني أنه ما حكى جلدك مثل ضفرك وعليك أن تحاول تطوير قدراتك الذاتية للاستعداد لأي غزو محتمل آخر من الاتحاد السوفيتي أو روسيا وبالتالي طورت فنلندا الصغيرة مساحتها 340 ألف كيلو متر مربع بينها حدود تصل إلى 1340 كيلو متر مع روسيا الاتحادية عدد سكانها صغير 5.5 مليون لكنها تمكنت من تجييش المجتمع كله وإجراء سياسات كلية خلاصتها كده أنها في حالة استعداد دائم لغزو محتمل من السوفيتي سابقا أو من روسيا الحالية وعليه فنلندا أصبح لديها جيش قوي سواء قوات برية قوات بحرية قوات جوية إلى آخرين الدرس اللي تعلمته السويد هو أن التمسك بالحياد هو أفضل خيار ممكن لأنها حتى بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية كان يمكن لها أن تنضم لحلف شمال الأطلسي لكن غالبية الأحزاب والقوى السياسية في السويد كان تقدرهم أن هذا سوف يكون ضارا بالجميع ضارا بهم ضارا بفنلندا ضارا بحلف شمال الأطلسي لأنه إذا هي انضمت كان هذا سوف يحفز الاتحاد السوفيتي إحكام قبضته على فنلندا وتغيير الحدود مرة أخرى وبالتالي ليكون قريبا من الحدود السويدية الأمر الذي سوف يهدد السويد والأمر الذي سوف يجعل من حلف شمال الأطلسي على شفى مواجهة مع الاتحاد السوفيتي وبالتالي تمسكت السويد أكثر بسياسة الحياد ورحب الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي بهذه السياسة وارتاح لها السوفيتي ثم ارتحت إليها روسيا ما الذي تغير؟ الذي تغير هو الغزو الروسي لأوكرانيا في 2014 ثم 2022 هذا الغزو أثار حالة من الفزع والهلع في المجتمع الفنلندي والمجتمع السويدي ولسان حال كثير من القوى السياسية هناك إذا كان الروس فعلوا ذلك بأبناء عموماتهم ماذا يمكن أن يفعلوا بنا وارتفعت نسب المؤيدين في البلدين للانضمام لحلف شمال الأطلسي لمستويات قياسية في فنلندا كان نسبة المؤيدين تاريخيا للانضمام إلى النية ومقابل الراغبين في الالتزام بسياسة الحياة حوالي 20 إلى 80% في مايو الماضي تغيرت النسبة إلى العكس وأصبح نحو 80% من أهالي فنلندا يرغبون في الانضمام إلى النيتو مقابل 20% يرغبون في عدم الانضمام والنسب أيضا تزيرت لمستويات قياسية في السويد هذا هو السبب المعلن أما السبب غير المعلن ولكنه واضح جدا هو أن فنلندا السويد دول حلف شمال الأطلسي استأنست لحظة ضعف في الدولة الروسية ورأت أنه بما أن روسيا عاجزة عن حسم الحرب في أوكرانيا وواقع تحت ضغوط سياسية وعسكرية واقتصادية ضخمة جدا هناك فمن غير المرجح أن تتمكن من فتح جبهة عسكرية أخرى ضد فنلندا أو ضد السويد باختصار السويد، فنلندا، دول حلف شمال الأطلسي ينظرون الآن إلى روسيا كما نظرت ألمانيا إلى الاتحاد السوفيتي بعد أدائه للهزيل في بداية الحرب الشتاء ضد فنلندا سنة 39 وسنة 40 هل بالضرورة تقدم فنلندا الآن لطلب العضوية يلقى القبول؟ وهل احتمال تقدم السويد بطلب مضمون أن يقبل؟ الإجابة بنسبة 90% نعم لأن حلف شمال الأطلسي يرى منذ سنوات طويلة في فنلندا والسويد إضافة عظيمة جدا للحلف استراتيجية واقتصادية وسياسية أذكركم مرة أخرى أن فنلندا لها مع روسيا حوالي 1340 كم من الحدود البرية وتتحكم في خليق فنلندا الذي هو جزء من بحر البلطيق وبحر البلطيق جزء من المحيط الأطلنطي وبالتالي والسويد ليس لها حدود برية طبعا مع روسيا ولكنها تتحكم في جزيرة جوتلاندن استراتيجية التي تبعد فقط حوالي 330 كم من الحدود الروسية البلدان معا يستطيعان أن يمثل ضغطا وتهديدا كبيرا على الروس في حالة انضلاع صراع حلف شمال الأطلسي وبالتالي هم إضافة كبيرة جدا لكن هذا لا يعني أن التقدم بطلب مضمون نتائجه بنعم 100% لأن هناك جدل قديم في حلف شمال الأطلسي يشكك في جدوى انضمام دول على حدود روسيا مباشرة للحلف لأنه يضع الحلف على شافة حرب مع روسيا لا مبررة لها وبالتالي يمكن أن تكون الإجابة في نهاية المضاف لا إما لخوف بعض الدول في حلف شمال الأطلسي أو لتعارض مصالحها مع فنلندا والسويد كما أظهرت ذلك تركيا التي أظهرت تحفظا إذ اشترطت لمنح صوتها لقبول فنلندا أو السويد مستقبلا أن تتخلى الدولتان عن بعض سياساتها ومنها دعم بعض الجماعات الكردية التي تراها دولتان جماعات سياسية مراضلة وتراها تركيا جماعات إرهابية السؤال الأهم بقطع النظر عن نتائج يعني قبول فنلندا والسويد من عدمه ماذا يمكن أن تفعل روسيا حقيقة الأمر أن روسيا واقع في موقف بالغ الصعوبة بالغ الإحراج لأنها شنت حرب أوكرانيا وهدفها الأساسي قطع الطريق على انضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي فإذا بفنلندا التي تشترك في 1340 متر حدودا والسويد القريبة جدا منها يسعيان للانضمام إلى الحلف ما يجعل روسيا في موقف يعني يضطرها اضطرارا للتحرك ضد فنلندا وضد السويد والتحرك محفوف بالمخاطر الأمر الذي يجعل المستقبل مفتوح على كل السيناريوهات والمحرك الأساسي هو الخوف فنلندا والسويد الخائفة تسعى للاحتماء بحلف شمال الأطلسي حلف شمال الأطلسي الخائف يسعى لتأمين نفسه بالضم فنلندا وضم السويد روسيا الخائفة سوف تسعى للرد بنشر صواريخ نووية تيكتيكية واستراتيجية ويعني تكثيف التواجد على الجبهة الغربية للدولة الروسية نشر صواريخ تيكتيكية واستراتيجية سوف يثير الخوف في حلف شبال الأطلسي فيرد بخطوات مماثلة وهكذا ندخل في دائرة جهنمية مفتوحة على الجحيم لا يمكن أن نفهم الموقف الروسي ولا الموقف الفنلندي ولا موقف حلف شبال الأطلسي إلا إذا فهمنا نظريات البروفيسير الأمريكي الشهير جونمر شايمر الذي وضع نظرية جميلة جدا في فهم سلوك الدول تجاه بعضها بعض مع جونمر شايمر ومع تطورات الوضع بين روسيا والغرب سوف يكون لنا حلقة مقبلة قريبة أشكركم وإلى لقاء ترجمة نانسي قنقر